السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد في دور التصميم وطباعة اللوحة الإلكترونية في المحاضر هذه المحاضرات الجاية إن شاء الله راح نشرح دواء الإلكترونية ونعمل لها simulation لها وظيفة معينة فاليوم راح نبدأ في أول دائرة راح نعمل دائرة flusher دائرة flusher بكل بساطة هي دائرة بتعمل على إضاءة LED ON-OFF بتردد معين فاللد بيبين لي زي كأنه بيعمل flashing ON-OFF زمن ON وزمن OFF معين فبعمل flashing الدائرة اللي بدنا نطبقها لها هذه الدائرة لها تسمية علمية A stable multi vibrator using transistor A stable معناته غير مستقر يعني الدائرة هاي غير مستقرة مرة بتكون output تبحها 1 ومرة بيكون 0 فمرة 1 ومرة 0 هذا بيعمل لي عملية flashing لمن لللد اللي أنا راح أشبكه على output عملت فيبريتور يعني بتعمل vibration signal ON-OFF فالدائرة بتتكون من two transistor ودو كابسيتورز وعندي مقاومات يمكن مازال مازال عندي كابسيتور ومقاومة معناته في عندي هانا تايمينج سيركيت التايمينج سيركيت التايم بعتمد على قيمة R وقيمة C فخلينا نشرح كيف بتشتغل الدائرة او اول ايش خلينا نقول ايش الريزل تاعت الدائرة الريزل تاعت الدائرة انه انا عندي في النقطة هاي والنقطة هاي راح يكون في عندي pulses ON-OFF signal هاي الON-OFF signal بتكون في الحالة انه V2 ON راح يكون V1 OFF يعني اذا كان هانا واحدة يكون هانا سفر واذا كان V2 OFF يعني سفر هتكون V1 ON يعني حالة V2 وV1 عكس بعض وبالتالي انا بقدر احط هانا LED وحط هانا LED بحيث اذا كان هادا ضاوي هادا يكون طافي والعكس خلينا نشوف كيف بتشتغل الدائرة اول ايش الكمبوننس اللي انا محتاجة راح نستخدم 2 transistors PC337 راح نستخدم 2 resistors 1 kOhm 100 kOhm راح نستخدم 2 resistors 200 Ohm وليدين راح يكون نختار لون الريد راح نستخدم 2 capacitors 10 مايكرو فراد وبدنا بطارية 5 فولد خلينا نشرح الدائرة انه لما يكون اول مشاكل للفولد على الدائرة في احد الترانزيستورين راح يسبجي التاني انه يصير ON هادا راح يكون OFF في حالة هادا كان ON هيبدأ ايش يمر التيار من الكلكتور للإيميتر فهيضوي الليد في حالة انه هادا شحن وخلص هيبدأ هادا ايش يساوي يشحن فهذا راح يصير OFF وهادا راح يصير ON فرح تنعكس العملية راح يصير هادا الترانزيستور ON ويمر التيار من IC ال IC فيضوي هادا الليد وهذا راح يكون في حالة الكتوف راح يكون OFF بس يخلص هادا الكبستور راح تعكس العملية راح يصير هادا تشارجينغ فالعملية متناوبة مرة هادا بشحنه وهادا بفرغ مرة هادا بشحنه هادا بفرغ وبالتالي العملية عملية تشارجينغ ديسي تشارجينغ للكبستورز بتعمل عملية سويتشينغ للترانزيستور مرة واحد شغاله مرة واحد طافي فاللدات شغالة ON OFF ON OFF بتردد معين التردد او زمن الON OFF بعت من على قيمة R1 وC1 وR2 وC2 طيب خليها لقيتم طول القطع الالكترونية ونبدأ نشبك الدائرة بنجيب اول شي بي سي 337 بدنا نجيب ريزيستور وبدنا نجيب كباستور نكتب كاب كباستور هادا الكباستور سيراميكي خلينا نغضى بالكليك وبدنا نجيب كمان LED لد خلينا نجيب لد لونه هاي لونه احمر خلينا نجيب هاي اول اشي لترانزيستور وهي مقاومة هادا المقاومة راح تكون عشان اللد اللي راح نشبكه كلمة in current في عند المقاومة التانية اللي يقول لن راح تكون 100 كيلو هادا المسؤولة اللي عملتي تايمينج ON OFF له اللي هو لترانزيستور هاي مقاومة وهي مكثب قلنا قيمة المكثف عشرة مايكرو فراد طيب خلينا نشبك المكثف طبعا انا عارفي التشبيكة ولكن احنا ممكن نطلع على الدائرة هان عنا وليمشي عليها واحدة واحدة هاي عندي الترانزيستور راح يكون على الكوليكتور مشبوك مقاومة من الكوليكتور في عند المكثف والطرف تنتبع المكثف عليه مقاومة وهانا راح يكون موحدين مع بعض محتاجة انا اجيب من terminal mode مصدر source power خلينا نكتب عليه VCC قلنا في المحاضرات الفاتت VCC معناته ايش معناته خمسة فولت وبدأ اجيب طرف ارضي هلقيت هذا الجزء من الدائرة مكرر زي ما هو فبدل ما ارسم بوتاني راح اعمله كوب كوب بلوك وارجع حدده ثاني واعمله ايش ميرور هيك انا اختصرت عملتي التشبيك لانه انا عارف انه هاد الجزء معمول له ميرور مكرر البيس تبع هاد راح ينشبك هان والبيس تبع الترانزيستورتين راح ينشبك هان طبعا هاده برضو ايضا راح ينشبك على الارضي وهنا راح ينشبك وين على مصدر الفولت فهي الدائرة هيك عنا جاهزة لو اجينا احنا عملنا شوية بس ترتيبات للدائرة هيك تقريبا الدائرة جاهزة عنا ها نعدل الفولت اللي هان خلينا نخليه تسعة موجب تسعة فولت طب نيجي نعمل ران للدائرة تبعتنا طبعا في بداية السيميليشن بيكون حالة المكثفين بيشحنوا فبيكون اللي الدين ضويين ولكن بعد فترة معينة طبعا هي رياليتي هاد التبطيء تبعت السيميليشن رياليتي ما بيبينش عطول تبدأ تعمل الفلاشن فاي ها الشغلة الدائرة عنا واللدين تعمل عاملتي فلاشن عشان نثبت الاشي هادا كمان خلينا نجيب من النصر من ستول اسلوسكوب داشبك تشانيل هان والشانيل التانية نسحب نقطة هيك على النقطة تبعتنا التانية لها ونعمل ران طيب خلينا نشوف الاسلوسكوب نعم نعدل السيتنجز تبعته تمام هيبلشت ايه تشتغل البلصات خلينا بس نزبط السيجنال لاحظوا هان لما كانت واحد كانت هان سفر هان لما كانت سفر كانت هان واحد تالي عمليتي الاسيليشن شغالة صح وهي قاعدة بتعمل فلاشنج طبعا هادي الشارب سيجنال هاي نتيجة شحن وتفريغ المكثف ولكن رياليتي ما يعني ما بتأثرش على الدائرة تبعتي في نهاية الحلقة بتمنى تكونوا فهمتوا الدائرة واستفدتوا من المحاضرة وان شاء الله في المحاضر جيرا نشرح دائرة جديدة ودائرة لها وظيفة جديدة بتمنى تضلكم تابعين الكورس وان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق